ما يرتبط بالروح العنصرية التي كانت لدى اليهود أيضا القرآن الكريم عالجها علاج دقيق لدى اليهود حالة عنصرية اعتزاز بالذات افتراء على الله بدأوا من الله عز وجل قالوا اساسا الرب المعبود هو ذلك الذي خلق بني اسرائيل واختصهم برعايته وعقد بينهم وبينهم عقدا على ان يحميهم ويرعاهم دون غيرهم من سائر البشر وانهم يعبدونه لاجل ذلك وهذه فكرة اللي منتشرة في الثقافة السياسية شعب الله المختار لها اصول ترى دينية عندهم يعتقدون ان هناك علاقة خاصة استثنائية بينهم وبين الرب لا توجد بين الله وبين اي احد من البشر طيب يترتب على هذا انه حتى العاصي منهم ما يروح النار الى الاخير وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات طيب فترة بسيطة وان لا غيرنا لا ذاك النار الى خالد فيها ومخلد فيها اما احنا لا احنا جماعة الله احنا ربع الله طيب الله اختصنا بذلك القرآن الكريم يرفض هذا المنطق تماما يقول بعد ان قال وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون اكو بينكم وبين الله عهد والله ما رأيه يخلف وعده لا ماكو عهد ماكو عهد بعدين يقول القاعدة العامة لتشملكم انت يا ايها اليهود وانتم ايها المسلمون وكل من وجد على وجه الارض بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون سالفت انه انا اعصي الله والعاب ما ادري كذا وبعدين اجي اهزكتافي والله انا مسلم او انا يهودي او انا كذا لا يخدع الله عن جنته بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته على اثر اكتساب السيئات يصير هذا الانسان في ضمن دائرة الخطيئة ما يطلع منها شايف هذا انسان داخل دائرة يتنقل فيها دائرة الخطيئة هذا هم اصحاب النار هم فيها خالدون لو اذنب واخطأ ثم تاب واستغفر وادركته رحمة الله ونالته شفاعة النبي واتحدثنا عن وسائل العفو الالهي في سنة من السنوات في هذا المسجد المبارك اما اذا احاطت به خطيئته انتهى امره اللهم يعطي الحدود ولا احكامه